ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبيل الإعلام الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد والذي اعتمده قبل أيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل الإعلامي في دبي لاستكمال مسيرتها كمركز إعلامي متطور لمؤسسات إعلامية حكومية وأخرى عربية وعالمية اختارت دبي مقرا لها في المنطقة وكذا سمو خلال الاجتماع الذي حضرته سعادة مونة غانم المري نائب رئيس مجلس دبيل الإعلام والعضو المنتدب وعضاء المجلس على ضرورة تبني استراتيجية عمل تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدبي المستقبل وما يريده سمو لقطاع الإعلام كشريك محفز بأدوار أكبر تأثيرا خلال المرحلة المقبلة وبما يواكب توجهات الدولة واستعدادها للخمسين عاما المقبلة ويدعم أهداف دبي التنموية وقال السمو دبي مقبلة على مرحلة جديدة كليا بأهداف كبيرة ورؤية طموحة لارتقاء مستويات أعلى من الرياضة في كافة المجلات موجها بتطوير استراتيجية موحدة وشاملة وتطوير خطة عمل تترجم الأهداف إلى إنجازات ملموسة ضمن أطر زمنية محددة كما وجه سموه بتطوير مؤشرات أداء دقيقة لكل مؤسسة إعلامية وفق الممارسات العالمية ونصد مدى سرعة تنفيذ المهام مع ابتكار أطر جديدة تحقق أكبر فائدة ممكنة من قدرات الإعلام الرقمي فضلا عن وضع آليات لاكتشاف المواهب الواعدة ومنحها فرصة المشاركة لإثراء الإعلام الحكومي بأفكار مبتكرة تنهض بمخرجاته وفق استراتيجيات العمل الجديدة